العزراء هو ايه ده؟ انا من ضمن الستة؟ الجدي والعزراء والله ما كنت واحدة بي لا طبعا من ضمنهم لان شمس العقرب بتتفق مع العزراء دايرت علاقات كبيرة جدا جدا عمليات استثمارية في عمليات بيع وشرا في عمليات تقسيم اموال من مراس او شراكة او شغل خاص مشترك مشترك يعني انت لو في شغل خاص او اي حد موليد العزراء عندهم شراكات عمل في تقسيم اموال وانت حتعاون يا عزراء ناس هتوقف في ظهر الناس وحتسني الناس انت كمان مش انت كمان حد حيعونك لا انت كمان وحتكون افكارك عبقرية شهر دا البيت التالي دا بتاع الافكار يعني كل فكرة هتفكرية عبقرية زهنك في الشهر دا موليد العزراء يا جماعة زهنهم حاضر جدا عارب الابتكارات هتلاقي نفسي كنتي قاعدة كده جاتلك فكرة ما نعملهش هبتكر دا شهر البيت التالي يعني اخب بالي من الافكار اللي ممكن تيجي فدأ فيدك جدا 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 واتصالاتك غنية وتواصلك حلوة علاقاتك حلوة قوي الشهر دا علاقات دا بعناها ان انا هتعرف على ناس يساعدوني في الحياة جدا مفيدين جدا هيفيدوكي قوي علاقاتك حلوة قوي هتفتح لك اول وفي حاجة تخص موبايل او عربية احد غياري موبايل يا حتجيلك موبايل الهدية يا حتغياري عربيتك لان دا التواصل الاتصالات بالموبايلات يعني اجهزة الاتصالات لان ممكن حدي يجيب لك موبايل هدية عربية هدية الفون جديد او الفون جديد ايوه يا ريت انتش بشتخبيني قوي للدرجات لسه في برج معانا عقرب لسه في برج ايوه لكده قلنا كم واحد خمسة ولا ستة لقلنا خمسة ايه لكده قلنا ايه عقرب جدي حوت سرطان عزراء اه لسه بقى الاخير واللي برضو حيلاقي حزوز حلوة الميزان الميزان الشمس دخلالك في بيت المال والقضايا والاستثمارات ورجوع الحقوق يعني اي حاجة تخص قضايا قضايا معينة كنتم استنيين نتيجة قانونية الحاجة او كده لأيه القضايا الايه بقى زي قضايا الاسرة قضايا مواريس حاجات ممكن تسمع انفراجات فيها في حصاد لمجهوداته السابق كل حاجة بذل فيها مجهود الميزان قبل كده حيلاقي لها نتيجة في حاجة تانية عنده برضو فرحة لأولاده تصالح مع أولاده اللي كان اختلف معهم وتقارب معهم في قرارات نهائية او احكام نهائية او حاجات قانونية هتحسن فيه لو اي حد مولود الميزان كان يتحكم عليه بحاجة سجن حكمة او حاجة ممكن يحصل انفراج تحرر من قيد او سجن معين برضو حيسادة ديون كانت عليه يعني حيتعامل مع بعض الجهات المالية لزي مثلا درائب تأمينات قروض تمويل الحاجات دي كلها البيوت المالية دي هتنفتح جدا عند الميزان هيفوق برضو وخصوصا قضايا انا يعني مواليد الميزان كانوا بقع لهم فترة كبيرة داخلين في قضايا أسره وطلاء وأولاده ورؤية والحاجات دي كلها حيستريح وحيلاقوا حاجات ترضيهم عقرب جدي حوت سرطان عزراء ميزان